أهلا بكم مجددا افتتح الشيخ سالم بن عبد الرحمن القسمي رئيس مكتب سمو الحاكم صباح اليوم الأحد مستشفى محمد بن زيد الميداني في الشريقة الخاص بمصابي كوفيد 19 والذي نفذته شركة أبوظبي للخدمة الصحية صحة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي وبتوجيهة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد الانهيان وليعهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وقد استغرق إنجاز المستشفى عشرة أيام على مساحة سبعة ألاف متر مربع ويضم مئتين وأربعة سرة منها ثمانية وأربعين مخصصة للعناية المركزة ومئة وست وخمسين للحالات المتوسطة وشديدة ويقدم الخدمات في المستشفى خمسة وسبعين طبيبا ومئتين وأحدة وثلاثين ممرضة وأربعة وأربعين فنيا وموظفا صحيا مساعدا ويأتي تشهيد المستشفى الميدانية ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة فالتصدي لفيروس كوفيد تسعة عشر وتقديم الرعاية طبية المثلة ويحاطة المصابين بالعناية الطبية اللازمة من خلال استخدام أحدث المستلزمات الطبية التي تلبي متطلبات الوضع الصحي ترجمة نانسي قنقر